عايزة اقول ان سبحانك يا ربي واحدة من اللي طلعت قالت هذه الدعوات اللي عايزة كل النساء مصر يخلعوا الحجاب ويا ما دعت الى الشزوز ويا ما دعت ويا ما دعت ماتت اليوم واهلكها الله عز وجل الله العظيم كم من الدعوات التي دعيت على هذه المرأة ونحن يعني والله العظيم سبحان الله في جوف الليل والله دعية من كثير من المسلمين على هؤلاء الذين دعوا الى خلع الحجاب وربنا سبحانه وتعالى استجاب فهلكت هذه المرأة اليوم واسأل الله ان يزيدها مما هي فيه سبحانه وتعالى واسأل الله ان يهدي كل من على وجه الارض وكل من على وجه ارض مصرنا الحبيبة الغالية اللي نتمنى انها تفضل طول عمرها منارة بلد الازهر بلد الاهل العلم وبلد العلماء ما ينفعش يسبب فيها دين الاسلام ومنفعش ان ينتهد فيها حرمات الاسلام لو ان النهاردة واحد طلع سبب مسئول من مسئولين تقوم الدنيا ولا تقعد بلغت قمته مهما بلغت مكانته هيكون اغلى من النبي محمد يا جماعة صلى الله عليه وسلم هل المسئول ده هيكون اغلى من الصحابة ورب الكعبة اعايز اقول لكم حاجة انا لو سببت انا شخصيا وقد سببت من هذا الشاب الشيوعي اللي موجود على قناة اون تي فيه واسأل الله عز وجل لان يهديه الحمد لله احنا لا نرد على انفسنا ولا نرد السباب ولا يهمني الكلام بكله ولا نرد على مثل هؤلاء لو الانسان سبب وسبة الام والاب والله العظيم اهون عندي الف مليار مرة من ان يسبى النبي صلى الله عليه وسلم نحن نبديه بانفسنا وبحياتنا وبأولادنا واموالنا وازواجنا وكل ما نملك حبيبنا صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم والحديث في البخاري يا مسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون احب اليه من والديه وولديه ومن الناس اجمعين فمحتاجين مصرنا المسلمة تعودوا مرة اخرى وعايز اقول لحضرتكم حاجة الناس اللي دعوا اللي خلع الحجاب والله العظيم خدمون اعظم خدمة جزاكم الله غيرا ليه بقى انهم لما دعوا الى خلع الحجاب ازداد عدد المحجبات